سيد سعد في البداية يعني لا يختلف أحد على أن بوتن رجل محكوم بهاجز الجيغرافيا ويدرك جيدا أن بقاء أوكرانيا بوضعها الحالي يعني بأنها ستبقى عقبة ربما كبيرة في طريقة طموحات الروسية نحو العالمية ومبدأ تعديل النظام الدولي بالشكل الذي يكسب روسيا مزيدا من التأثير والنفوذ في العالم. إلى أين يمكن أن تصل هذه الطموحات برأيك؟ وهل روسيا بالفعل بصدد إحياء الثنائية القطبية وتريد هذا بالفعل؟ بداية المساء الخير لك أستاذة جمانة وللضيف الكريم وللسادة المشاهدين. أسمح لي في البداية أن أعلق قليلا على ما قاله الضيف الكريم وعلى ما ذكرته أنت في تقديمك لهذه الحلقة. إذا تحدثنا من منطلق مصطلحات العلاقات الدولية والقانون الدولي. نعم بعد الحرب العالمية الثانية تشكل النظام الثنائية القطبية الذي انهار وانتهى تماما بسقوط الاتحاد السويتي. بعد سقوط الاتحاد السويتي بات هناك عالم أحادي القطبية منفرد بالهيمانة الأمريكية. ومن يلف في لفها ويضور في فلكها من البلدان الأوروبية التي تسير تابعة وليست لها استقلالية في قرارها السياسي الخارجي. بل صارت فيما صار ما سياسة الولايات المتحدة الأمريكية. رأينا خطوات كثيرة أكدت على هذه الهيمانة والأحادية الأمريكية التي لم تلتفت إلى أي قوة أخرى في العالم. رأينا ما فعلت الولايات المتحدة في غسلافيا دون قرار من مجلس الأمن الدولي. بصرف النظر عن الاعتبارات التي دخلت بها إلى غسلافيا وقصفتها. رأينا حرب العراق وكيف دخلت الولايات المتحدة إلى العراق دون قرار من مجلس الأمن الدولي أيضا وبتبريرات واهية. ودون أن تلفت الانتباع لمعارضة حتى بعض القوى الأوروبية الكبرى فرنسا ألمانيا مع روسيا عرضت هذه الحرب. وحينها جاء شراك والرئيس الفرنسي وكذلك المستشرة الألمانية وكذلك الرئيس الروسي عارضوا هذه الحرب. ومع ذلك لم تلتفت الولايات المتحدة لهذه المعارضة ودخلت إلى حرب العراق ودمرت العراق. وكلنا نتذكر ما فعلته في العراق رأينا ما فعلته في أفغانستان أيضا. على الرغم من أنه كان هناك بعض التوافق فيما يتعلق بعملية أفغانستان لأنها جاءت مباشرة بعد أحداث 11 من سبتمبر. كل هذه الأفعال السياسية للولايات المتحدة الأمريكية أكدت أنها تنتهج سياسة الهيمنة الأحادية. وأنا أعلق هنا على كلمة الوزير لفروف اليوم يبدو أنه فيهم ليس بشكل صائب تماما. الوزير لم يقل أن هناك مساعي لإحياء الأحادية القطبية. وكان يقصد حسب ما أفهم وهذا من وجهة نظري هناك مساعي الآن من الولايات المتحدة للمحافظة على نظام الهيمنة القطبية. الهيمنة أحادية القطبية في النظام الدولي وفي النظام العالمي. وهذا ما يثير كل هذا الهلع والهوز الأمريكي. وهذه الهيستيريا الغربية والأمريكية فيما نراه الآن في صراع أوكرانيا. أوكرانيا هي مجرد ورقة تلعب في هذا الصراع. صراع الاستراتيجيات الكبرى. صراع الجيو بوليتيك الكبير. يعني بالنسبة لي بوتين هي ليست طموحات توسع كما ذكرت وليس هوس جغرافيا. روسيا دولة كبرى. روسيا تبلغ مساحتها الآن أكثر من 18 مليون كلمتر. طيب دكتور سعد أين روسيا الآن من ذلك النظام العالمي؟ هل يمكن القول بأنها؟